مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في هذا الدرس وهو ضمن قائمة دروس القراءة والتكلم بالفرنسية للأطفال والكبار إذن للإشارة فقط فإن هذا الدرس للأطفال من سن الخامسة فما فوق إذن للأطفال والكبار الدرس الثاني إذن في هذا الدرس سأشير بطريقة بسيطة وبالصورة والصوت وأيضا الكتابة لسو وسير وأتور د وأنتر إذن سأحاول أن أركب جمال وسأعطيكم صور وأعيدكم أنكم ستتكلمون اللغة الفرنسية رغما عنكم إذن حاولوا أن تتابعوا معي الدرس وستتكلمون اللغة الفرنسية بشكل بسيط وسعب إذن المثال الأول أين توجد هذه القطة؟ هذه القطة أمامكم أين توجد؟ إذن فوق التاولة فوق التاولة فوق التاولة إذن سنقول لشا أين توجد هذه القطة؟ أين توجد هذه القطة؟ أين توجد هذه القطة؟ لا يمكن أن نقول القطة على الطاولة لا يمكن أن نقول القطة على الطاولة أين توجد هذه القطة؟ أين توجد هذه القطة؟ سأقوم بتمرين في آخر الدرس في آخر الدرس سأعطيكم تمرين إذن حاولوا أن تركزوا معي ومن استطاع أن يجيب على التمرين فمستواه جيد بالنسبة لهذا الدرس إذن لشا أين يوجد هذا القط؟ هذا القط أين يوجد؟ إذن تحت الطاولة سنقول لشا أسو لطاول لشا أسو لطاول القط تحت الطاولة إذن نقول السو عندما نريد أن نقول تحت نقول السو عندما نريد أن نقول تحت إذن لشا السو لطاول القط تحت الطاولة إذن هنا القط تحت الطاولة ونقول سير عندما نريد أن نقول فوق فوق أو على إذن المعنى الحقيقي لسير هي على يمكن أن نقول فوق الطاولة أو على الطاولة لكن المعنى الحقيقي لسير أو الترجمة الحرفية لسير هي على لشا يسير لا تاب أو لشا يسير لا تاب إذن سير على سو تحت إذن شاهدوا هذه الصورة القط أين يوجد يمكنك إن كنت تعرف أن تكتب أين يوجد القط أن تدعى pause أو قف الفيديو دع pause وكتب في التعليق أين يوجد القط القط إذن لشا أسير للي لشا أسير للي عيدوا معي لشا أسير للي إذن لشا أسير للي إذن لشا أسير للي إذن لشا أسير للي القط هو على السرير أو القط على السرير في العربية نقول القط على السرير لشا أسير للي إذن هنا أمامكم في الصورة القط فوق الكرسي وتحت الطاولة أنا سأكتب الآن كتابة خاطئة وأنتم حاولوا أن تركزوا معي سأكتب الجملة بشكل خاطئ لشا أسير للي إذا أوقف الفيديو وحاول أن تفكر في الصحيح أين الخطأ؟ إذا الخطأ هو سنكتب هنا سو مكان سو سنضع سو أي تحت سو إذا جالس تشاهدون القطر أنه جالس سو تحت إذا أردنا أن نقول سو إذا أردنا أن نقول سنقول أردنا أن نقول أردنا أن نقول أردنا أن نقول سو أردنا أن نقول سو أردنا أن نقول 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 إذن النافدة هي la fenêtre سو تعني تحت تحت النافدة يوجد هناك أو يوجد هناك أو يوجد إذن هناك عصفور تحت النافدة قلنا لشا وهو القط يوجد هناك أيضاً أو يوجد لشا أنشى سو لطابل الآن سأمر إلى الكلمة الثالثة إذن ماذا تلاحظون في الصورة؟ في الصورة هناك مجموعة من الأشخاص جالسين حول الطاولة جالسين حول الطاولة إذن يمكن أن نقول هناك أشخاص جالسون حول الطاولة أو يمكن أيضا أن نقول نحن جالسين أو نحن نجلس حول الطاولة نحن نجلس حول الطاولة سنقول نصوم عسي أطور دولطاب إذن استعملنا فوق الطاولة تحت الطاولة الآن ونحن نحيط بالطاولة أو نحن نجلس حول الطاولة يعني في جنبات الطاولة نحيط بها إذن سنقول نحن نجلس حول الطاولة إذن أطور دولطا أو نجلس حول الطاولة أو نجلس حول الطاولة يعني أننا نحيط بالشيء جالسين نحيط بالشيء نصوم عسي أطور دولطاب نصوم عسي أطور دولطاب أطور دولطاولة نقول أطور دولطاب أطور دولطاب سأعطيكم مثال آخر إذن ما رأيكم أن نتكلم عن الأشجار مثلا تحيط بمنزل أو تحيط مثلا بمسبح هذه الصورة أمامكم ماذا تلاحظون تلاحظون أن الأشجار تحيط بالمسبح إذن قلنا بالنسبة عندما نكون حول الطاولة نقول نصوم عسي أطور دولطاب نحن نجلس حول الطاولة إذن هنا بالنسبة للأشجار والمسبح مثلا نقول باللغة العربية الأشجار تحيط بالمسبح الأشجار تحيط بالمسبح أي لزعب أطور دولابيسين الأشجار لزعب الأشجار لزعب شجرة واحدة عرب تحيط أطور دولطاب تحيط أو حول يعني نقول حول 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 أو أحيط أو تحيط أطور دولابيسين إذن أطور دولابيسين لزعب أطور دولابيسين أمامنا صورة لمسبح تحيط به الأشجار إذن الأشجار تحيط بمسبح ركزوا معي ففي آخر الدرس سأعطيكم تمرين الآن سأمر إلى الكلمة الرابعة ذكرت في أول الدرس سو وسي وأطور د وهناك كلمة رابعة إذن تلاحظون في الصورة أن الكلب بين مثلا كريم وشادي يمكن أن نقول بين كريم وأنت مثلا يوجد كلب بين كريم وشادي مثلا يوجد كلب بين كريم أو شادي وأنا يوجد كلب الكلب هو 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 وأنت يوجد كلب إذن بين entre بين تعني entre يمكن أيضا أن نكتب entre كريم إشادي entre كريم إشادي إليا أنشان استعملت إليا مرتين في هذا الدرس قلت لكم إليا وازو سو لفنتر وقلت لكم أن إليا إليا تعني يوجد يوجد هناك أو يوجد إليا وأيضا قلت لكم entre كريم إشادي إليا إنشان إليا إنشان إذن إليا يوجد إليا يوجد إليا يمكن أن نقول إليا أنشان أنت كريم إشادي سنع أخذ إليا الجملة نضعه في بداية الجملة إذن إليا أنشان أنت كريم إشادي إذن يوجد كلب بين كريم وشادي أو أنت يوجد إليا إليا دائما نستعملها عندما نريد أن نقول يوجد إذن أنت بين أطور د تحيط أو تاني حول أطور د تحيط أو تاني حول سو تاني تحت سو تحت سو تاني فوق سو تاني فوق إذن إذن أين يوجد القت لشا يت سو لتاب سو لتاب لتاب أطور لتاب لتاب لشا يت لتاب 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 إذن أطو إذن فوق سي لشا صو أو سو أو أو إذن هنا في هذه الصورة القط يوجد بين الكرسي والطاولة إذن سنكتب مثلا لشا إ إذن هنا في هذه الصورة القط يوجد بين الكرسي والطاولة إذن هنا يقول أنه أو 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 و من نا نحن نجلس حول الطاولة نسوم أسي 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 اكتبوا في التعليق داب بوز اكتبوا في التعليق هل الجملة صحيحة ام خاطئة هل نصوم اسي سور لطابل او سو لطابل او اوتور دو لطابل او انتخ لطابل اذا مشاهدين الكرام حاولوا ان تنطقوا ولو قليلا مع اصدقائكم حاول ان تتكلم مع صديق مع زوجة مع زوج مع اي شخص اخ اخت او مع الاطفال وخصوصا الاطفال حاولوا ان يشاهدوا الاطفال هذا الفيديو مرات ومرات وسيتعلمون نطق اللغة الفرنسية لوحدهم فقط فليشاهدوا هذا الفيديو وساعدوهم فقط ليفهموا بعض الاشياء ان غابت عنهم باللغة العربية وسيتعلمون اللغة العربية وايضا اللغة الفرنسية في آن واحد اذا اؤكد لكم حاولوا ان يشاهدوا اطفالكم هذه الفيديوهات لكي يستفيدوا ويتعلموا التكلم باللغة الفرنسية واطلب منكم مشاهدين الكرام فقط الضغط على جامل اسفل الفيديو وايضا التعليق على الفيديو بما نعسبوا الفيديو وايضا يمكنكم الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لتسلصي لكم الفيديوهات اللاحقة ولك تشاهدوا الفيديوهات السابقة وشكرا لكم ويللقائنا اخر في فيديو اخر ان شاء الله مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتكم la langue française انت الآن سيدتي انت الآن سيدي تشاهد فيديو تعلم لغة الفرنسية اذا من اراد مشاهدة برنامج تعلم لغة الفرنسية في ثلاثة اشهر فلينزل الى اسفل الفيديو وليضغط على la langue française وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين سواء القواعد او تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين بالصوت والصورة او الحوارات او تطوير مهارة الاستماع والنطق اللغة الفرنسية وايضا يمكن ان تشاهد القيصة الفرنسية مترجمة الى اللغة العربية اذا سيدتي سيدي لا تبخل على نفسك بتعلم اللغة الفرنسية